مطار بوريسبل الدولي الراكب رقم 15 مليون في هذا العام محرزا رقما قياسيا جديدا لحركة المسافرين كمطار رئيسيا في أوكرانيا في العام الماضي شهد المطار حركة عبور ومغادرة أكثر من 12 مليون مسافر تفاجأ أرسيني سمولار التلميذ في الصف الخامس الذي كان متوجها إلى تشقند لقضاء أعياد الميلاد مع والده تفاجأ بوقوع الاختيار عليه لم أتوقع ذلك جاءوا إلينا وقالوا أنه يجب أن يلتقطوا لنا صورا قبل صعدنا إلى الطائرة ثم أخبرونا أنهم حجزوا لنا مقاعدة في درجة رجال الأعمال كنت متوجها مع أختي إلى تشقند الاحتفال لأعياد الميلاد مع والدي نسير بخطوات باثقة نحو هدفنا لقد مرت أكثر من خمس سنوات لمضاعفة حركة المسافرين والتي تشكل الآن نحو خمسة في المائة وهدفنا هو خمسة عشر في المائة بمعنى أن كل سادس أوكراني يجب أن يطير على متن إحدى شركات الطيران المحلية أو الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر